متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة كييف القائم بأعمال السفارة العراقية في أوكرانيا دكتور حسين عباس أهلا بك دكتور معنا في هذه النشرة إذن كيف يبدو الوضع حاليا وأنتم هناك في العاصمة كييف في ظل تواصل العمليات العسكرية السلام عليكم تحية طيبة لكم ومشاهدكم الكرام الحقيقة العمليات العسكرية مستمرة في كل مكان في أوكرانيا الظروف الحياتية صعبة المواد الغدائية مقطوعة الأسواق متوقفة عن العمل كل شيء متوقف عن العمل الحياة ليست سهلة في ظل هذا الوضع الحالي كيف يكون التواصل ما بينكم كسفارة جمهورية العراق مع الجالية العراقية وما هي الإحصائيات كم خرج من أوكرانيا هل لديكم إحصائيات عن ذلك كم بقي منهم داخل أوكرانيا الحقيقة نحن متواصلون مع الجالية العراقية بكل فئاتهم مع الطلاب مع الجالية المقيمة من سنوات عديدة العدد الجالية العراقية عدد كبير يصل إلى 5537 مواطن عراقي قبل بدل عمليات العسكرية لحقاية الآن المغادرين العراقيين من الجالية اللي غادروا أوكرانيا قد يصل عددهم إلى 900 مواطن عراقي البعض من عددهم غادر عن طريق الحدود البولندية البعض الآخر عن طريق رومانيا وهنغاريا ولكن معظمهم عن طريق بولندا طيب أنتم كسفارة وتمثلون الجهة الرسمية التي يلجأ إليها هؤلاء في أوكرانيا في ظل الوضع الحالي ما الذي يمكن تقديمه إليهم؟ والله تعرف حبثك نحن كسفارة نحن مؤسسة دبلوماسية وعندنا قسم فرنسل يشرف على كل الخدمات التي يقدمها الجالية العراقية السفارة قبل أن تبدأ العمليات العسكرية بحوالي أسبوعين اتخذنا الاحتياطات اللازمة لمثل هذه الحالة فاتحنا الجامعات والمعاهد الأوكرانية بخصوص الطلبة العراقيين قمنا بإنشاء تليفونات خطوط ساخنة للتواصل معهم أنشأنا خلية أزمة أنشأنا فيما بعد لما صارت العمليات العسكرية خلية أزمة رباعية مع السفارات العراقية المحيطة في أوكرانيا في تواصل مستمر من خلال الجهات الرسمية والجهات الغير رسمية وبشكل مباشر مع الجالية العراقية يومياً نحن على مدار الساعة نتواصل مع الجالية ولكن دكتور حسين حتى نكون صريحين معك نحن نتواصل معكم وأيضاً نتواصل مع الجالية سواء كانوا طلاباً أو غير ذلك يتكرر الحديث دوماً عن أنهم في حال التواصل مع السفارة السفارة لا تملك شيء سوى النصيحة بالذهاب إلى الملاجئ والابتعاد عن أماكن العمليات العسكرية هل هذا صحيح؟ طبعاً تعرف جنابك نحن نتواصل معهم الحقيقة نحن الشيء الذي نستطيع عليه نسوي نسوي بمتردل بأبداً يعني نحن قمنا بنفسنا بإيصال عوائل إلى المحطات القطار إلى الباصات سكننا عوائل عدنا في سكننا قمنا كل الذي نستطيع عليه ولكن يا أخي نحن البلد في حالة حرب مدن محاصرة من قبل جيوش ما ممكن الخروج من عدها وما ممكن الدخول إلىها السلطات الأوكرانية الأمنية والدبلوماسية الآن نتكلم معها التي تقدر عليها تقدمها تقدمنا ولكن هنا أكو أيضاً هي الآن مشغولة في حالة فوضى بلد في حالة فوضى ومدن محاصرة بكاملها طبعاً تعرف جنابك بنصير حالة حرب خاصة الجهات الدبلوماسية لا تقدر تواصل لكل مكان مع ذلك نقدر نوصل بطريقتنا يعني أنا لون تواصل مع أحد النواب البرلمانيين التي تربطني بإعلاقة طيلة وطلوة من عنده بصفته الرسمية وعلاقاته في مدينة سومي التدخل لإنشاء خط آمن أو طريق آمن للعراقين نعم وأيضاً فاتحنا سفارتنا في موسكو والوزارة الخارجية وكل يوم نتكلم مع الوزير يتصل بنا الوكلاء نعم أيضاً قمنا بعملية تشكيل خلية أزمة أخرى مع الوزارة ومع سفارتنا في موسكو لإنشاء خط آمن هذا الخط الآمن أو الممر الآمن تعرف هذا ليس للعراقيين يتم إنشاءها هذا إطافة الأجانب وحتى للمواطنين الأوكرانيين نحن عدنا عراقيين في هذه المدن وأكو مواطنين أيضاً أجانب في الحقيقة كلهم محاصرين يعني الأوكرانيين نفسهم مئات الآلاف وملايين في مدن محاصرة لذلك نحن كل اللي نقدر نسوي أشياء عموماً نتمنى السلامة للجميع لكم ولكل الجالية الموجودة في أوكرانيا شكراً جزيلاً كان معي عبر سكايب من مدينة كييف القائم بأعمال السفارة العراقية هناك الدكتور حسين عباس